حلقة ده النهاردة هتكون عن ايه اللي النرجسي عايزه منك لما بتكون مش معاه او بعد ما بتنفصل عنه عايز اطلب منكم يا جماعة حاجة قبل ما نبدأ حلقتنا ياريت اللي يحس انه استفاد من الفيديو بجد يحاول ينشره علشان المعلومة توصل لكل الناس وتبقى محاولة مننا اننا نلحق اي شخص من الممكن يقع ضحية لعلاقة نرجسية موسيقى النرجسي يا جماعة حريص على انه يخفي شخصيته الحقيقية وبيحافظ دايما على انه يكون كل تعاملاته في حياته كلها من ورق ناع علشان يخفي اي حاجة هو بيخجل منها علشان يظهر حاجة بحاجة مختلفة جدا او تماما عن حقيقته المزيفة ودايما النارجسي بيكذب في اي حاجة تخص نقط ضعفه وبيكذب في معظم مشاعره واحساسه ومش ممكن يعترف بمشاعره دي قدام الاخرين او حتى لنفسه النارجسي يا جماعة ما بيهتمش ابدا غير بتحقيق اهدافه ورغباته علشان كده الانفصال العاطفي عن النارجسي موضوع في منتهى الاهمية ولازم كل الناس تعرف ده لان النارجسي من الممكن ان يوقف كل حياتك باساليب التلاعب الخاصة به وبيخليك تخسر كل حاجة فيها وفي عوامل معينة كده ممكن تخليك مرتبط بالنارجسي حتى لو انت عملت كل حاجة في استطاعتك علشان تتجنبه او تبعد عنه وبصرف النظر عن الطريقة اللي تخلصت بيها من النارجسي او ازاي هو تخلص منك فمن الاكيد انك مش هتكون في امان تماما طالما النارجسي مازال موجود وفيه تلات نتائج محتملة بعد الانفصال عن النارجسي اولها ان فيه ضحية ممكن تقدر تتعايش مع النارجسي وتكمل حياتها بسرعة تتجاوز الاساءة النارجسية تبدأ تستمر في متابعة نجاحها وتحقق كل طموحها على الرغم من ان العلاقة تسمى ودي على فكرة جماعة يعني من الصعب انها ايه انه يحصل بسبب ان العلاقة مع النارجسي كلها تدمير وإساءة ورغم كده من المهم جدا ان الضحية دي تحاول تبزل المزيد من المجهود علشان تحاول تهرب من ارتباطها العاطفي والعقلي مع النارجسي الاحتمال التاني او النتيجة التانية وهي الضحية اللي مازالت بتحب النارجسي ومتعلق به طبعا عاطفيا بعد انفصالها عنه وانتهاء العلاقة اما نتيجة التالتة وهي الضحية اللي مليانة كره وعداوة للنارجسي وحلقتنا النهاردة هتركز على النتيجتين التانية والتالتة علشان بيكونوا مازالوا مرتبطين بالنارجسي جدا حتى بعد الانفصال عنه انه عندولا جماعة اللي بيثبت ان النارجسي ممكن يستمر في تدمير حياتنا حتى بعد الانفصال والتخلص من العلاقة لكن الشيء الكويس في الموضوع دي انك في الوقت ده بتكون عرفته وقدرت تحدد الغلط كان فين في العلاقة ولازم تخليك فاكر انك طول ما عندك ارتباط عاطفيا بالنارجسي سواء كان حب او كراهية بتفضل فيه خطر وبتكون كمان مازال النارجسي مأثر فيك بشكل غير مباشر في بعض الضحايا بيفضلوا مرتبطين بعاطفة الحب بالنارجسي على الرغم بكل اللي مروا به معاه اسناء العلاقة وفيه ضحايا للأسف بيكون جواهم نوع من التمني لان النارجسي يظهر في حياتهم مرة تانية ويمكن كمان بيتمنوا لو العلاقة ترجع تاني بتفضل الضحايا في الفترة دي تفتكر كل الحاجات الجميلة اللي كانت بتحصل في مرحلة قصف الحب او الاغراق العاطفي واللي كانت بتتعامل خلالها بمنتهى الاهتمام والحب ممكن الضحايا تاخد وقت كبير على ما تبدأ تفهم الموضوع اللي كان بيحصل معه صح وبتستمر الضحايا في الفترة اللي بعد الانفصال دي تفكر بجد في ايه اللي عملته علشان تستحق المعاملة دي من النارجسي في الوقت اللي هي بالفعل ما عملتش اي حاجة غلط او اساءت التعامل مع النارجسي وكل ده بسبب انها بالفعل وقع في فخ النارجسي المستمر لما تلاقي نفسك في السيناريو اللي بقوله ده عايزك تعرف انك محتاج جدا انك تغير وجهة نظرك والتغيير ده لازم يبدأ بانك تقبل انك تدرك انه مخادع ومش هو الشخصية المزيفة اللي بيوهم كل اللي حوالي بيها واول خطوة انك لازم تعترف ان عندك مشكلة والكلام ده بالنسبة للضحية اللي بتحس نفسها لسه عايزة النارجسي وبتتمنى احيانا عودة العلاقة رغم الاساءة اللي شافتها معاه وده علشان تقدر تتخلص من الصدمة دي علشان تمنع اي تبرير او انكار لسلوك النارجسي السيء من الحاجات الكويسة برضو انك تحاول تدون وتسجل وتكتب كل الحاجات السلبية اللي عملها معاك او قلهالك بالاضافة طبعا لمشاعرك وقت الاساءات دي كانت عاملة ازاي ده هيكون مفيد جدا وتقدر ترجع ترجع للحاجات اللي سجلتها دي لما تبدأ تحس في وقت من الوقات انك مفتقد النارجسي كمان من المفيد جدا منقشة اللي حصل بينك وبين النارجسي وازاي انه بيقلمك قوي وازاي انك حسيت بالخيانة مع اخصائي او معالج يقدر يفهم اللي بتمر به ما تنساش كمان انك تعمل لنفسك وقت لانك تمارس بعض الهوايات والانشطة اللي انت بتستمتع بيها وبتحبها وتفكر ترجع وتتعرف بالناس اللي وجودهم في حياتك بيخليك فعلا سعيد هيخلي من السهل جدا عليك انك تستعيد ثقتك بنفسك وتقدر كمان تتجنب النارجسي حاول تحتفظ بحاجة كده تكتب فيها الحاجات الايجابية عن نفسك وعن الناس اللي بتحبهم وكمان اهدافك اللي نفسك تحققها تاني حاجة اللي بتكون لما الضحية بتكره النارجسي وفي نفس الوقت مش قادرة على فكرة الانفصال عنه عايز اقول حاجة مهمة جدا ان مجرد اننا بنشيل جوانا ضغينا او كره ضد اي شخص نرجسي بيدر بصحتنا جدا وبشكل كبير اكتر من ضرر النارجسي المباشر لنا ولو شغلنا بالنا بموضوع زي ده اللي ممكن ايه اللي ممكن النارجسي يعمله او بيتصرف ازاي بعد انفصالك عنه هتحس بالتوتر بشكل كبير والتوتر ده بيدر جدا بأعصابنا وبيخلينا مش قادرين على اننا نتصرف بشكل سليم لان انت في الحالة دي بتكون مريض جسديا وعقليا مفيش فرق كبير بين الحب والكرهية بخصوص الانتباه الكامل لان انت لما بتكره بشكل جديد بيكون ده شبيه بالزبط بالحب اللي هو بيكون بشكل قوي جدا لان انت في الحالتين بتركز انتباهك الكامل في الكره او في الحب وده بيدر النارجسي سعادة انت ما تتخيلهاش لانه بيعرف وقتها انك مشغول به وانه قادر يأثر فيك حتى لو تأثيره فيك ده بيخليك تكرهه مش تحبه احنا محتاجين اننا نوصل لنقطة اننا مش عايزين حتى نعرف عن النارجسي ده اي شيء يعني ما يكونش فيه اي حاجة فيه تشغلنا ولا تشغل تفكرنا خليك فاكر انك علشان تقدر تهرب وتتخلص من النارجسي تماما لازم تتخلص من الارتباط العاطفي به ما يكونش موجود حاجة اكتر من لا مبالاة بالكامل ناحية اي حاجة تخص النارجسي ده علشان تقدر تتخلص من سيطرة النارجسي عليك لازم توصل ان ما يكونش لا فيه حب ولا كر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة